اهلا بكم النهاردة جايب لكم برنامج وموقع جديد اسمه ووكلاب وده من ضمن البرامج والمواقع اللي بتساعدني كتير في عملية التعلم عن بعض لو عايز تعرف اكتر عن برنامج ووكلاب تابع معايا الفيديو ده للنهاية انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود في البداية طبعا زي ما تعودنا ان احنا نبحث عن اسم الموقع هنكتب ووكلاب وهسيب لكم رابط الموقع اسفل الفيديو هيظهر عندنا اول رابط ووكلاب ان انتر اكتف بلاتفور هنضغط عليه وتعودنا دايما ان لما تكون الوجهة باللغة الانجليزية نقدر نحولها الى اللغة العربية طبعا الموقع هنا لا يدعم اللغة العربية زي ما انتم شايفين دي اللغات اللي موجودة ولكن عايزين نترجمه بكل بساطة هنضغط كليك يمين ونقول ترجمة الى العربية طبعا الموقع ده بسيط جدا 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 تعالوا نشوف ازاي هنبدأ نتعامل على هذا الموقع اول خطوة معانا هي خطوة التسجيل في الموقع كالعادة لان احنا معلمين وهننشئ انشطة اما الطلاب مش محتاج يسجل في الموقع فنضغط على كلمة تسجل كالعادة بيقولك اكتب ايميلك هنا وبعدين اكتب الباسورد وبعدين اعمل تأكيد لعملية الباسورد ممكن تكتب ايميلك وتكتب الباسورد وبعدين تكرر الباسورد مرة تانية وتقول نكس او نختار كلمة لوج ان عشان تكون اسهل بالنسبة لنا اضغط لوج ان هيظهر لي هنا الحسابات المختلفة طبعا كالعادة هنختار sign in with google هيقول لي اختار الحساب هنختار اي حساب كده فتح معانا الموقع بكل بساطة تعالوا نترجمه مرة تانية كليك ييمين ترجمة الى العربية طبعا زي منتو شايفين وجهة الموقع بسيطة جدا فيه بس كم زر اتنين الزر الاول هو استيراد الحدث او حدث الاستيراد هنضغط عليه ومن هنا نقدر نستورد اي حدث زميل نعمله كلمة حدث يعني نشاط اي نشاط زميل نعمله زميل المعلم عمله ممكن استورده واستخدمه ده اسمه استيراد الحدث وعندي اللي بعدها اسمه انشاء حدث هنعمل انشاء حدث طبعا هنقفل الارشادات ونكمل تعالوا نشوف هنا زي ما انتو شايفين عندي انواع مختلفة من الاسئلة متعدد الخيارات وتصويت والبحث في الصورة وتقييم وسؤال مفتوح وكلمة سحابية وكمان ابحث عن الرقم والمطابقة وتحديد الاولويات والفرز ما شاء الله انشطة كتيرة جدا 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 وكل الانشطة دي سهلة جدا في اعدادها هناخد امثلة منها فقط مش هناخد كلها على اساس وقت الفيديو ما يكونش طويل تعالوا مثلا ناخد اول مثال مثال متعدد الخيارات نضغط عليه هيقول لي اكتب سؤالك هنا والاجابات هنا خلينا بسلا نكتب سؤال بسيط جدا خمسة زائد تمانية والاجابات هتكون الاجابة اتناشر او تلتاشر او حداشر او خمستاشر كمثال طبعا لازم اعرف البرنامج ايه هي الاجابة الصحيحة خمسة زائد تمانية تلتاشر بنحط علامة صحة هنا يبقى خلاص كده انا اعرفت البرنامج ان هي دي الاجابة الصحية لو عايز تضيف السؤال كصورة ممكن تضغط على علامة الصورة اللي هنا وتضيف الصورة من جهازك وده طبعا هيكون افضل بالنسبة لما ترياديات والعلوم اللي بيكون فيها رموز واشياء صعبة كتير تدخل على السؤال وتجيب السؤال موجود جاهز زي ما نشوف كده السؤال ده ونقول له هيظهر للسؤال هنا بكل بساطة ادي السؤال ظهره اذا كان عشرة في المية من احد الاعداد يساوي خمستاشر فما هو ذلك العدد دي طبعا اضافة صورة للسؤال نعمل دي ليت عشان احنا مش عايزينها يبقى لو انت حابب تضيف السؤال كصورة ضيفه من هنا لو عايز تضيف الاختيارات دي ايضا صور لو مثلا عندك كصور او شيء ومش عارف تكتبها في الاختيارات او كمان عايز مثلا تعمل اختياراتك على هيئة صور كل اختيار امام ورمز الصورة تقدر تضيف عند كل اختيار صورة مختلفة ويظهر لك الاختيارات على هيئة صور هنا طبعا عندي زر الحز بحث في اي اختيار انا عايزه وممكن اضيف من تاني لو عايز تضيف اختيار زيادة هتلاقي علامة زائد موجودة تحت اضغط عليها وضيف اختيار زيادة بعد ما خلصنا اضافة الاسئلة تعالوا على الجنب الايمن في البداية هنا هتلاقي انواع الاسئلة لو انا عايز اغير نوع السؤال ومش عاجبني ممكن اغير انواع الاسئلة من هنا هتلاقي طبعا كل الانواع الاسئلة موجودة تمام خلينا زي ما احنا متعدد الخيارات هنا طبعا بيقول لي الشكل اللي هيظهر ده الشكل اللي هيظهر اللي هو شكل اللي هو الرسم البياني اعمدة ممكن بدلا للرسم البياني تخليه كلمات سحبية تظهر الاجابات بشكل ايه بشكل غيمة السحاب طبعا لما يكون سؤال اختر الافضل بنختار الاول هذا اللي هو على شكل الاعمدة ولو عايز الطالب بيجاوب اجابات متعددة بتفعل هذا الزر ولو عايزه يجاوب اجابة واحدة فقط بتغلق هذا الزر ولو عايزين نحدد وقت لكل سؤال هنضغط هنا ونحدد الوقت مثلا 10 ثواني 20 ثانية 30 ثانية كما تحب كده خلصنا الاعدادات هنعمل كلمة احفظ كده حفظنا اول سؤال نزل عندكم زي ما انتم شايفين هنا طيب تعالوا نضيف سؤال تاني خلينا نضيف سؤال البحث في الصورة السؤال ده فكرته جميلة جدا كن بانشاء بحث على الصورة يعني ايه خلينا مثلا نجيب سؤال من مادة العلوم وممكن ينفع على فكرة كمان في الدراسات في الخرائط تعالوا نشوف مادة العلوم هنقول سؤال بعد ما كتبت السؤال ضع علامة على الصاق في الصورة التالية احمل الصورة بكون مجهزة طبعا على الديسكتوب مثلا واحملها من الجهاز عندي ظهرت الصورة الآن لازم احدد الاجابة الصحيعة فين الصاق؟ الصاق هنا بحط له علامة على هذا الجزء يبقى نعمل اضافة منطقة ونعمل دايرة ونرسم دايرة الاجابة الصحيعة هنا يبقى الجزء ده لو الطالب حط عليه علامة يبقى ايجابته صحيحة كدا انا حطيت له الاجابة الصحيحة لو عايز اغير الصورة اغيرها من كلمة اعادة تعيين لو عايز ابدل الصورة واجب صورة اخرى كده انا خلصت السؤال اقول حفظ في مشكلة بسيطة هتقابلنا هنا ان الموقع ما بيعملش في الحدث الواحد او في النشاط الواحد اكتر من سؤالين طبعا هنا بيقول لي لديك اتنين سؤال فقط تمام قم بالترقية للاستفادة من عدد غير محدود من الاسئلة ده معناه ان انا مقدرش اضيف الا سؤالين فقط في هذا الدرس كمان في ميزة جميلة جدا في الموقع ده ان انت ممكن تضيف عرض تقديمي يعني مثلا لو عندك شرايح باوربوينت للدرس ده ممكن تضيف الشرايح من خلال كلمة اضف العرض التقديمي عندنا اختيارين يا اما تحمل الباوربوينت من جهازك يا اما تجيب عرض باوربوينت من شرائح جوجل برحتك الطريقة اللي تعجبك لو عندك على جهازك اضغط هنا وحمله ولو عندك الرابط الخاص بشرايح جوجل دع الرابط هنا خلينا نجيب من على الجهاز عندنا اضف العرض التقديمي كمثال وهنجيب اي عرض مثلا من على الدسكو توب ازاي العرض ده ونقول له اوبين طبعا المساحة المتاحة لية هي 50 نيجا فقط للعرض الباوربوينت بعد ما حمل العرض الباوربوينت هنا زي ما انتم شايفين تقدر تعرض العرض ده لطلابك من خلال كلمة بداية تعرضه مع طلابك وطلابك يشوفه العرض وبعد ما يشوفه العرض تقدر تسألهم على بعض الأسئلة يعني مثلا دي الشريحة الأولى دي الشريحة التانية دي الشريحة التالتة بعمل عرض معاهم وبعدين بخليهم يجاوبوا على الأسئلة اللي أنا طرحتها من خلال النشاط تعالوا نعمل خروج يبقى أنا دلوقتي ضفت عرض الباور بوينت هنا لو عايز طبعا لو ضغطت على الثلاث نقاط هنا وعايز أحمل عرض جديد بعمل كلمة تحميل لو عايز أحزف العرض الموجود ده بعمل كلمة حزف لو عايز أخلي الأسئلة اللي موجودة اللي أنا اخترتها دي بين الشرايح بتعمل حاجة اسمها أدخل الأسئلة بحيث أن أنت خلاص نقفل المعينة دي مش عايزينها مثلا أنت عندك سؤالين نفترض أن السؤال الأول ده بعد الشريحة الأولى فممكن تسحبه وتحطه بعد الشريحة الأولى لو عايز السؤال التاني ده بعد الشريحة التانية ممكن تسحبه وتحطه بعد الشريحة التانية يعني ممكن تضيف الأسئلة بين العرض بحيث لما تشتغل عليها وانت بتعرض تظهر الأسئلة بين العرض بعدين نعمل الحفز كده العرض بتاعنا الأسئلة موجودة بينه يعني أنا لو عايز أعمل دمج بين العرض وبين الأسئلة بعمل كلمة ادخل الاسئلة واسحب الاسئلة اللي موجودة هنا وضعها في المكان المناسب داخل العرض يبقى انا كده انشأت عرض تقديمي يتخلى له انشطة تفاعلية خلينا نرجع مرة تانية الاعدادات اللي تحت دي معناها ايه اولا المصادقة وده معناه ان الطالب عشان يدخل العرض لازم يكون عنده حساب على الوكلاب وطبعا انا مفضلهاش خليها مقفولة تاني حاجة اسم المشارك لو عايز الطالب يكتب اسمه فعل هذه النتائج مرئية بشكل افترابي لو عايز النتائج تظهر على طول خليك مفعل هذا الزر زر انا مرتبك لو انت عايز تضع زر للطلاب يقولك في ان هو مش فهم السؤال لو ضغط عليه دعم عنا انه مش فهم السؤال فعل هذا الزر لو مش عايز خلاص اقفله مش مشكلة وضع المنافسة لو انت عايز يظهر لك الاوائل ويظهر لك المستويات اعمل وضع المنافسة بحيث يظهر لك من الاول ومن التاني وهكذا المزيد من الاعدادات هنا تخص الحسابات المدفوعة وهنا طبعا الاكسل لو عايز تصدر النتائج الاكسل برضو لازم يكون حساب مدفوعة وليس حساب مجاني كل هذه الاعدادات لازم تكون حساب مدفوعة وليس حساب مجاني يبقى اننا دلوقتي هعمل اسم المشارك افعله والنتائج تكون مرئية وخلصنا بعدين الرسائل والرسائل دي لو انت عايز الطالب يكتب لك اسئلة على كل شريحة فبتعمل تنشيط الجدار بحيث ان انت تتلقى كل شريحة انت بتعملها لو حد عنده اي اعتراض او مش فاهم اي جزئية ممكن اكتب لك سؤال على الشريحة نفسها وكمان في حاجة عندي اسمها السماح بالاعجابات والسماح بالصور لو انت عايز الطالب يرفع صورة في العرض هنا في الجزء ده الجزء ده كله مدفوعة للأسف كله مدفوعة فخلينا منه في سرعة المشاركين هنا هتلاقي حاجتين استبيانات وملفات الاستبيانات لو انت عايز تعمل استبيان او نشاط بحيث يكون بشكل غير متزامل يتم نشره في اي وقت ويتم التعاون معاه في اي وقت ليس بالضرورة ان يكون المعلم متواجد وايضا ممكن اضافة ملفات ليهم يطلع عليها ده بالنسبة لسرعة المشاركين خلينا نرجع للأسوات مرة تانية كده خلاص احنا عملنا اعداد النشاط بكل ما فيه اول حاجة اضفنا سؤالين طبعا انت مالك الا سؤالين في الحدث الواحد وبعدين زبطنا الاعدادات من الجانب الايمن وضفنا عرض باوربينت لو انت عايز تضيف عرض باوربينت للشرح بتاعك ممكن تضيفه لو عايز تعمل اسئلة تفاعلية فقط براحتك وعندك اسئلة كتيرة جدا ممكن تجربها اسئلة جميلة ورائعة طيب تمام بعد ما خلصنا نعمل ايه بعد ما خلصنا وعملنا حفظ لازم ابدأ افعال النشاط في ميزة جميلة جدا في الموقع ده ميزة رائعة شايفين الرابط ده انا ممكن اعمل كوت خاص بي انا مش لازم الاكواد الغريبة اللي موجودة لا ممكن اعمل كوت خاص بي انا يعني ممكن انا عدل الكوت ده A A A L L L كمثال مثلا رمز بسيط وسهل للطلاب A A A L L L او اعمل اي رمز يعجبك كده احنا عملنا رمز ادي الميزة الاولى الميزة الاولى ان انا ممكن اعمل رمز خاص بي انا ده غير الانشطة والبرامج الاخرى اللي بتكبرني على رمز محدد الميزة التانية ان الرابط ده ما بيتغيرش ابدا اسناء اللعبة يعني حتى لو قفلت اللعبة وفتحتها مرة تانية مع مجموعة تانية من الطلاب هيفضل الرابط كما هو موجود ما فيش اي مشكلة يعني ما تقلقش ابدا الرابط هيظل ثابت معاك في بعض البرامج لما بتجي تفتح رابط تاني بيتغير الرابط الاول وبيعمل لك مشكلة انما هنا لا طيب انسخ الرابط كده انا عملت نسخ للرابط تمام ممكن ابعط الرابط لطلابي بكل سهولة عن طريق الكلاس روم او عن طريق مثلا الواتس اي او عن طريق اي برنامج اخر مجرد بس ان انا بنسخه هناك تعالوا نفتح الرابط في متصفح جديد كلك يمين لصق ونجرب الرابط هنا هيفتح للنشاط وطبعا هنا فيه حاجة لازم تغضب لكم منها ظهر لي هنا كلمة يعني انا ممكن اسأل الاستاذ اي سؤال هنا من خلال النافذة اللي تحت دي الطالب ممكن يسأل المعلم اي سؤال لماذا لان انا فعلت له خاصية الاسئلة على كل الشرائح زي ما انتم شايفين هنا لو جينات ترجم الصفحة هيقول لك ارفع رأسك لا يوجد تصويت قائد التقدم في الوقت الحالي يعني ده معناه ان لسا الاستاذ ما بدأش الايه ما بدأش الشرح طب لو رحنا رجعنا هنا الاستاذ يبدأ الشرح ازاي كل المطلوب من الاستاذ عشان يبدأ الشرح هيضغط على كلمة بداية لما يضغط على كلمة بداية هيظهر للطالب هنا برضو ما زال ما فيش اي شيء عشان يبدأ الشرح طبعا انا ممكن اخلي الطلاب يدخلوا عن طريق البر كوت لو ما عام تليفونات يسحبوا البر كوت ده ويبدأوا اللعبة معايا مباشرة او الدخول على الموقع وكتاب الرمز اي 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 ال 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 على حسب الرمز اللي انا اخترته عشان ابدأ بقى اللعبة اعمل ايه اضغط على الساهم اليمين ده لما اضغط على الساهم اليمين هنبدأ اللعبة تعالوا نضغط اول سؤال ظهر خمسة زائد تمانين طبعا لو رحنا عند الطالب هنلاقي السؤال ظهر مباشرة الطالب يجاوب 13 ويعمل ارسال كده خلاص تم تقديم الاجابة تمام طيب تعالوا نشوف بعد ما طالب جاوب كتب لي هنا ان فيه واحد جاوب على الاجابة صح بعد انتهاء الوقت لا يمكن التصويت بعد الان لان طبعا انا حددت وقت زمني للسؤال فبالتالي مش هيقدر اي طالب يصوت بعد هذه المرحلة والطالب ما يقدرش طبعا يصوت مرتين وزي ما انتو شفتو هيظهر الرسالة عنده الطلاب هيقول تنبيه التصويت مغلق يعني الاجابات خلاص تم اغلاقها بسبب ان الوقت انتهى طيب تعالوا نشوف الاعدادات اللي تحت دي دي اختصارات لوح المفاتيح لو انت عايز تعمل اختصارات مثلا الفراغ اللي هو وقفه واستئناف التصويت لو انت عايز توقف التصويت او تشغله اظهر الاجابات بحرف الجيم دي اختصارات لو انت حابب تشوفها مفيش مشكلة علامة الاي بديديك تعليمات النشاط ورمز النشاط لو انت عايز تظهرها للطلاب بحيس انهم يدخلوا معاك هنا عدد الطلاب اللي دخل معايا طالب واحد فقط هنا خروج عشان اقدر اخرج هنا تجبير عشان اعملها بملء الشاشة وممكن ارجع تاني من نفس الزر هنا تجبير وتصغير بنسبة معينة مثلا 95% اصغر السؤال اقبر السؤال زي ما انتم شايفين كده السؤال بيكبر وبيصغر فوق تمام هنا غلق التصويت لو انا عايز افتح التصويت مرة تانية ممكن افتحه من هنا كده اعطيت سماح للطلاب مرة تانية ان هم يجاوبوا لو عايز اغلق التصويت اغلقه من هنا هنا عشان اظهر نتيجة الاوائل مين افضل اللاعبون افضل اللاعبون هذا الطالب مدرسة التعلم خلاص يبقى انا لو عايز اظهر النتيجة بظهرها من هذا الزر عشان اقدر اظهر الاوائل مين للطلاب هنا الرسائل دي الاسئلة اللي بيجيلي من الطلاب طبعا ما فيش اي اسئلة جت لو في اسئلة هتظهر لي طبعا في الجزء ده في جزء الرسائل لو في اي اسئلة جت لي خلينا نجرب نعمل سؤال كده طالب يكتب سؤال استاذ الوقت انتهى مثلا الطالب ملحيش يجاو فكتب للاستاذ استاذ الوقت انتهى وارسل الرسالة تعالوا نرجع هنا للاستاذ هتلاقوا الرسائل ظهر فيها ايه استاذ الوقت انتهى ظهر على طول رسالة للمعلم ان الطالب بيقول له استاذ الوقت انتهى لو انا عايز اخفر الرسائل هعمل رجوع دي الرسائل طبعا هي ارجع للسؤال مرة تانية السؤال الاصلي اذا السؤال الاصلي دي الرسائل اللي بتيجي من الطلاب ودي الاسئلة اللي احنا شغالين عليها الأزرار على الجنب دي فايدتها ايه ده طبعا زر الرجوع للشريحة السابقة وده زر النتائج يعني مثلا بيظهر لي كم شخص جاو ممكن اخفيها مش عايز كده انا عايز الاجابات بس ممكن اظهرها زي ما انتم شايفين وهنا زر الاجابات الصحيحة لو انا ضغطت عليها هيقول لي من الاجابة الصحيحة الاجابة الصحيحة هي الاجابة رقم اثنين تلاتاشر ويجيب لعدد الطلاب اللي جاوبه اجابة صحيحة تعالوا نجيب سؤال جديد اضغط على السؤال الجديد ده السؤال الجديد كده انا فتحت سؤال جديد للطالب هنا الطالب جي جاوب ملقش الصفحة بتاعت الاسئلة يعمل ايه الطالب يقفل الرسائل عشان يشوف الصفحة هيظهر السؤال عند الطالب بيقوله ضع علامة على الصاق في الصورة التالية الطالب كل المطلوب منه انه يجي عند علامة الصاق ويحط علامة بس كده فقط لا غير بيضع علامة في المكان المناسب ويقول صمت وكده خلصنا تعالوا نشوف الاجابات تعالوا نظهر الاجابات الصحيحة نلاقي ان طالب جاوب اجابة صحية هنا ظهرت الاجابات بشكل صحيح ممتاز كده السئلة بتاعتنا انتهت ده كان اخر سؤال يلا نعمل خروج ونرجع برة تانية الميزة في الموقع ده ان الرابط ما بيضغيرش وسابط طول الوقت يعني الطالب ممكن يدخل عليه في اي لحظة لو المعلم عمل نشاط جديد مفيش اي مشكلة يعني نفترض ان المعلم حب يضيف نشاط جديد وعمله هيظهر للطالب على طول ولو عايز اشغل عرض البوربينت هضط على كلمة بداية طبعا ابدأ اشتغل مع الطلاب واشرح ليهم ولما يجي السؤال ده السؤال ظهر هيظهر عند الطالب السؤال على طول مباشرة يعني بمجرد ان انا اضع على السامي كده الشريحة مش هتظهر عند الطالب المعلم هيشرح للطالب وبعدين لما يجي وقت السؤال هيظهر عند الطالب السؤال طبعا انا جاوبت على السؤال ده سابقا فكتب لي كلمة يعني خلاص انت جاوبت واجبتك صحيحا ده الاسلوب الخاص بالبوربينت ان انا اعرض الشريح وبعدين وراها الاسئلة تعالوا نعمل خروج وعشان نكتب اسم هذا النشاط عشان نعرف نرجع له بعدين نكتب هنا مثلا نشاط واحد كده كتبنا نشاط واحد ونعمل علامة صح كده خلاص خلصنا النشاط الاول عايزين نخرج نضغط على كلمة احداثي طب احنا قلنا من شوية ان كل نشاط لك بس كم سؤال سؤالين فقط خلاص كده انا انتهى بالنسبة للموقع لا في ميزة مهمة جدا في الموقع ده الميزة المهمة هي ايه ان انت ممكن تنشئ احداث لحصرة لها وكل حدث فيه سؤالين يعني عادي ممكن تعمل نشاط اثنين ونشاط تلاتة ونشاط اربعة ونشاط خمسة عادي جدا تعالوا مثلا ناخد نشاط اللي هو السؤال المفتوح لو انا عايز اجمع اسئلة من الطلاب اكتب رأيك في الحصة اكتب رأيك في الحصة كده انا عملت سؤال سريع نهو انا عايز اخد اراء الطلاب في الحصة واعمل كلمة حفظ طبعا انا عايز الاجابات تظهر بشكل قيمة مثلا او بشكل اسحابة زي ما تحب عايز كم عدد الحروف براحتك اكتب عدد الحروف اللي انت عايزها لو انت عايز الطالب يتقايد بكلمة واحدة ممكن تكتب له مثلا عدد حروف عشر حروف مثلا لو عايزه يكتب لهو عايزه براحتك يبقى سيبها مفتوحة هنا اجابات متعددة يعني الطالب ممكن يكتب اكتر من اجابة هنا مشرف يعني الاجابة ما تظهرش الا باذنك انت لو عايز تعمل مشرف يبقى الاجابات ما تظهرش الا باذنك كمعلم لو عايز الاجابات تظهر مباشرة اغلقها كلمة يحب هنا معناها الاعجاب بالاجابات فنضغط عليها لو انت عايز تعمل اعجاب بالكلمة هنا السماح بالصور وهنا كلمات التوقف لو انت عايز تضع كلمات محددة بحيث ان البرنامج يحزفها وهنا المؤقب اللي هو الوقت زي ما تعودنا خلاص عملنا الاعدادات نعمل حفز زي ما اتفقنا الرابط موجود فوق هنا ممكن نعمله نسخ كده انا عملت سؤال تاني تعالوا نعرضه في مكان تاني لص وندوس انتر دي شريحة الاسئلة تمام لما اعمل هنا عندي من عند المعلم اعمل بداية لما اعمل بداية هيفتح صفحة التصويت عند الطالب الطالب ممكن يكتب له وعايزه مثلا السلام عليكم كده الطالب كتب حاجة مثلا نعمل ارسال هتظهر عند المعلم بالشكل ده السلام عليكم ممكن المعلم يغير شكله يخليها كده يحاس تكون كبيرة السلام عليكم ممكن يخليها على هيئة سحابة تظهر بشكل الوان وحاجات جميلة برحتك كما تحب خليها مثلا نخليها هنا نضغط عليها تمام لو عايزين نغلق الرسالة نغلقها من هنا لو عايزين نحزف الرسالة نهائيا نحزفها من علامة الاكسل اللي موجودة هنا وبنفس الطريقة لو انت عايز تقفل الصفحة دي والطلاب ما يقدرش يكتبه اي اسئلة بتغلقها من هنا خلاص كده انتهى التصويت لا يمكنك التصويت بعد الان يعني الطالب ما يقدرش يكتب اي حاجة هل الطالب يقدر يكتب اي حاجة لا مكتوب هنا ان التصويت مقفول ولو عايش تفتحه مرة تانية بنضغط على علامة القفل هنا فبيفتح لك التصويت مرة تانية تمام نعمل الخروج كده احنا عملنا حدث تاني تعال نسميه نشاط اتنين كده احنا عملنا كم نشاط وندوس علامة الصح عملنا نشاطين تعال نرجع لأحداثي كده احنا عندي نشاطين نشاط واحد نشاط اتنين حلو جدا وقدر اعمل نشاط تلاتة ونشاط اربعة ونشاط خمسة وخلي بلكم كل نشاط فيه سؤالين فقط اللي هي النسخة المجانية طب ممكن تعمل كمان ميزة حلوة جدا فلدرات ممكن تعمل مجلد يعني مثلا ممكن هنا تعمل مجلد وتسميه مثلا الوحدة الاولى الوحدة الاولى صف خمس مثلا يعني ممكن اعمل فلدرات نعم ممكن تعمل فلدرات شيء جميل جدا مش موجود في المواقع التانية وحط فيها الانشطة بتاع الوحدة الاولى مثلا اسحب النشاط الاول ده وحط في الصف الخامس هنا واسحب النشاط التاني وحط في الصف الخامس يبقى كده الصف الخامس فيه نشاطين ممكن اعمل فولتر جديد مثلا الوحدة التانية للصف الخامس مثلا ونعمل حفظ كده عصبع عندي فولترين ولو عايز تحزف اي فولتر هتلاقي علامة السلة موجودة تقدر تضغط عليه وتحزفه ولو عايز تعمل تعديل ممكن تعدل الاسم هنا بكل بساطة واستمتع بالموقع الجميل ده فعمل انشطة لا حصرة لها بس خلي بالكم كل نشاط لا سؤالين يارب الفيديو كنا لإعجابكم منتظروني في فيديوهات جاية كتير بس طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك معنا عشان تدعمونا بيكم ان شاء الله هنستمر وهنجب لكم كل الاشياء الجميلة والجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته